خلافات وتحالفات تطبع العلاقات الروسية التركية فرغم التعاون القائم تحذير من الكريملين لأنقرة من مغبة تصدير تركيا طائرات مسيرة إلى أوكرانيا والرئاسة الروسية تقول إن ذلك من شأنه أي أن يزعز على الاستقرار في الشرق الأوكراني تصريحات موسكو تأتي على خلفية تأكيد الجيش الأوكراني استخدامه لأول مرة طائرة مسيرة تركية من طراز بيرقدار في الجنوب الشرقي لأوكرانيا فهل ستتحرك موسكو بمنع تركيا من تصدير مثل هذه الطائرات المسيرة وما قلفيات التعاون الأوكراني التركي معنا مباشرة من موسكو الكاتب والباحث السياسي رولاند بياجموف أهلا بك سيد رولاند عبرس كينوز عربية هل هي فعلا رسالة تركية لموسكو وكيف يمكن اليوم قراءة هذه العلاقة بعين مجردة تستخدم موسكو اليوم أنقرة وأردوغان في المفاوضات المتصلة بمنظومة S400 وتعود أنقرة وترسل هذه الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا وقد تبعناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطرق إليها الكراملن بالتفصيل مصال خير بداية أود أن أقول أن روسيا تدرك جيدا أن هذه هي علاقات بيزنس وعلاقات التجارية بالأسلحة وفي نفس الوقت هي عربة قال أكيها بسبب أن مثل هذه المسيرات يمكن استخدامها لتصعيد الوضع في شرقي أوكرانيا يعني على خدود مباشرة مع روسيا وهذا أمر لا بد أن لا يقلق الطرف الروسي يعني ما وجود بايراكدار هناك 12 بايراكدار مجموعاتين كل واحدة ستة الطائرات مسيرة في أوكرانيا الآن ويجري الخديث عن توطين الصنات البايراكدار وأيضا الصيانة الفانية بالقرب من كيف وعلى كل حال حدث ما حدث أمس وأول استخدام طائرات بايراكدار تي بي اثنين في شرقي أوكرانيا في المنطقة الآزلة بين جمهورياته لغانسك ودونيسك والقوات الأوكرانية وهذا الأمر يشير إلى التسئيد في هذه المنطقة وهذا التسئيد يجري بالتزامن مع تدهور العلاقات بين روسيا والغرب بشكل عام سيد رون تحدثت بداية عن صفقات تجارية ولكن الكراملين قال المخاوف التي كنا حذرنا منها باتت حقيقة ويتحدث ربما عن مغامرات روسية كيف يمكن اليوم تفسير ذلك في المواقف الروسية الداخلية والتحذير من الخطر التركي؟ يبدو أن هناك أولا موسكو في كل هذه الأمور تمارس سياسة الصبر الاستراتيجي في العلاقات مع أوكرانيا وكذلك في العلاقات مع تركيا التي هي شركاتها ولكن الشركة الصعبة جدا لأن هناك عدد من الخلافات بين الطرفين الروسي والتركي في مناطق مختلفة من العالم ابتداء من ليبيا وانتهاء في جنوب الكوكاس حتى الآن يتم تسوية جميع هذه الخلافات على مستوى بين الرئيسين ولكن في يوم من الأيام أنا لا أستبعد على المدى المتوسط نقول قد تودي هذه الخلافات إلى تدهور العلاقات بين موسكو وانقرة هذا أيضا يمكن أن يخدث في المستقبل أما حتى الآن موسكو ترسل إشارات إلى الجانب التركي وفي تركيا نوسها هناك تعلت الأصوات الأصوات تقولوا أن هذه الخطوات خطيرة جدا ويجب الحزر في الألقات مع روسيا لأن الألقات ممكن تنقطع وممكن هذا هذا ما حذر منهم بيسكوب المتحدث باسم الكرملن عندما قال تقديم هذه الأسلحة لكييف وزعزقت الاستقرار في المنطقة سيطيح بهذه العلاقات وهذا ما تفضلت به الآن أم أن الصبر الذي أيضا ذكرته منذ قديل سيضبط هذه المواقف التركية وأن رسالة بوتين قد وصلت يبدو أن سيكون هناك نبء من التنصيق وكل البلدين تركيا وروسيا يختجاني إلى مثل هذا التنصيق فيما يتعلق استخدام هذه الأسلحة في هذه المنطقة لأن أوكرانيا أعلنت أنها تريد أن تشتري هذه طائرات مسيرة للدفاع عن روسيا والاختفاع ونحن لا نراه أن هناك النزاع بين روسيا وأوكرانيا بل إنما هو النزاع الداخل الأوكراني وهناك الإطار لإتفاقيات المنسك الإطار الدبلوماسي موجود وأصلا وفقا للشروط الحدنة بين جمهوريات دونباس وكييف هناك الاتفاق بأدم استخدام الطائرات بما فيها طائرات بدون طيار في هذه المنطقة وهذا الأمر الداخل الأوكراني وروسيا تسعى دائما لحل كل هذه المشاكل التي هي تقريبا على الخدود معها هي ليست مثلا كارباخ التي لا توجد خدود بين روسيا وبين كارباخ بل هنا استخدام البيراكتار تم على مصافة 30 و40 كيلومترا من الخدود الروسية هذا أمر خطير جدا وقد يؤدي إلى زازات الاستقرار ويمكن أن تكون هناك نشوب النزاع الأسكري يمكن قد يكون بمشاركة روسيا أو بدون مشاركة روسيا لأن هناك في دونباس المواطنون الروس يعيشون وإذا ذات الدرورة روسيا طبعا يمكن أن تتدخل لحماية مواطنيها في هذه المنطقة وهذا أمر غير المرغوب وهذا السيناريو ليس من أفضل السيناريوهات التي موسكو تفكر فيه وتصعى موسكو استخدام جميع الوسائل بما في ذلك يمكن المحادثات وسيجري التنصيق مع الطرف التركي أيضا في هذا السياق لتجنب مثل هذا النزاع مثل نشوب هذا النزاع لأننا لا نحتاج اليوم إلا توتر الألاقات خاصة في هذا الأصر لا يشفيه نكافح قارونا وهناك تحديدات أخرى وأصلا الألاقات مع روسيا والغرب متوترة وما تفعلها اليوم أوكرانيا قد تعمل لأغراض لأسباب داخلية مثلا لرفع تصنيف الرئيس زيلنسكي أو لأغراض أخرى يمكن لتوزيف دور أوكرانيا كخندقة شرقية في المستقبل للحلف الناتو والغرب ولكن أيضا هذا أمر خطير جدا ضم دول جديدة إلى حلف الناتو دول التي لديها مشاكل داخلية لديها نزاعات داخلية ولديها علاقات متوترة مع جيرانها هذا أمر خطير جدا وتحاول الموسكو تجنب هذا السيناريو كما قلت أشكرك جزيل أشكر الكاتب والباحث السياسي رولاند بيجاموف كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا في العاصمة الروسية موسكو شكرا للمشاهدة